فإذن المسيح لم يحمل الطبيعة الخطاءة المسيح لم يتورث الطبيعة الخطأ بحب أقرأ في روميا إصحاح 5 خليني أقرأ روميا 5-12 مكتوب من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع يعني لما أخطأ آدم إحنا أخطأنا في آدم لأن آدم الأول هو الرئيس هو الممثل الجنس البشري اللي تورث الطبيعة الخطأة بنفس الإصحاح مكتوب لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح في آية 19 لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطأ هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا في آدم الثاني أو الآدم الأخير اللي هو يسوع بلا خطيئة آدم سقط جاء المسيح ليسترد الصورة المشوهة ولكي نكون خليقة جديدة على شبه أصورة الله الأدبية الروحية طبعا الولادة من عذراء ضرورية لأنه حالت دون نقل الطبيعة الخاطئة للإبن يسوع وبنفس الوقت سمحت للإله الأبدي أن يصبح إنسانا كاملا يعني بعيدهم مرة تانية ميلاد المسيح من عذراء يؤكد حقيقة ألوهية المسيح القدوس هذه الكلمات استخدمت في ميلاد المسيح ابن الله عمانوئيل أي الله معنا الرب النور الحقيقي وكلمات أخرى نمرة اثنين يؤكد إنسانية المسيح أنه إنسان كامل شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة شيء ثالث تؤكد خلو المسيح من أي خطيئة يعني اجتاز الموت في آدم وأخطأ الجميع فكان لازم يجي آدم الثاني بلا خطيئة وهو الذي قال من منكم يبكتني على خطيئة استطاع أن يحمل خطايا العالم وينوب عنهم اشتركوا في القناة